كرة اليد الأقل والزمالك الاتنين سافروا النهاردة إلى أبو ظبي وبيستعد لمباراة الصوبر المصري اللي حتتلعب يوم السبت في الفوجيرة إن شاء الله المباراة يوم السبت الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت الإمارات في صالة الشيخ زايد من سلطان آل نهيان بإمارة الفوجيرة رجال كرة اليد في الناد الآل في البعثة اللي سافرت فيها محمد إبراهيم وعبد الرحمن طه وعمر خالد كستله وأحمد هشام سيسة ومحصر رمضان وعمر سامي ومحمد لشين وعبد عزيز يهاب وعبد الرحمن فيصل ونبيل شريف ومحمد مجدي سيف هاني وأحمد خيري وأحمد راضي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة اليد سيد فيصل الطواش استقبل بعثة النادي الأهلي والبعثة برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي اللي أكد لدى الوصول عن شكره لحفاوة الاستقبال والترحاب والتقط الدكتور شوقي صور تذكرية مع عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي وثمن حرصه على التواجد في المطار لاستقبال بعثة النادي الأهلي رئيس الاتحاد الإماراتي كمان سيد نبيل محمد عشور حرص على حضور مراني الأهلي استعدادا لمباراة الصوبر وأكد ترحيبه ببعثة الأهلي وطبعا بعثة الزمالك على أرض الفجيرة نتمنى إن شاء الله مباراة قوية ساعة 4 يوم السابت إن شاء الله تنتهي بإذن الله بتتويج الأهلي والعودة بكأس الصوبر مباراة مهمة بشمانتس طبعا وبعدين حرص دولة الإمارات على صدافة الأحداث الرياضية المصرية خاصة بتعكس يعني إن قيمة التواجد الجاليات المصرية في دول الشقيقة وأقبالها على مثل هذه اللقاءات في الدربيات في الألعاب المختلفة النهاردة الفجيرة في هذه المرة هي مرة أخرى تصديف هذا الحدث